السلام عليكم وأهلاً فيكم بقناة شادي تيوب مع تطور ويندوز 11 رهيب في الفترات الأخيرة الجميع صار يستخدمه ولكن للأسف النظام صار يحمل لكثير من الإضافات والخدمات الأمر اللي بعمل على ملء القرص C وضغط على موارد الجهاز وفي هذا الشرح رح نتعرف على تحويل نظام الويندوز للنظام الرهيب أتلس أو اس خليني أذكركم بالاشتراك بقناتي الثانية والخاصة فقط بكل ما يتعلق بالألعاب لا تنسوا اللايك والاشتراك على هذا الفيديو وفعلوا جرس التنبيهات في البداية أصدقائي خلينا نتعرف على نظام أتلس أو اس واللي هو نظام تشغيل مخصص للتخفيف من ضغط خدمات وملفات الويندوز الغير ضرورية وتحسين أداء الألعاب لكونه بتميز بالخفة والسرعة الأمر اللي بيخليه خيار ممتاز للألعاب على الأجهزة الضعيفة خلينا نقول بسم الله ونبدأ الشرح في البداية بنتوجه لموقع مايكروسوفت عشان نحمل نسخة ويندوز أول شي بنختار نسخة الويندوز اللي بنحملها اللي هي ويندوز 11 بعدين نضغط على داونلود وهنا بتختار اللغة اللي بدك إياها بعدين بتضغط على كونفيرم وبتضغط على تحميل طبعا بعد ما حملنا نسخة الويندوز الآن بنتوجه على موقع أطلس أو أس عشان نحمل الملفين الموجودات نحمل الملف الأول من ثم ننتقل لتحميل الملف الثاني ننتقل للخطوة اللي بعدها اللي هي تثبيت نسخة الويندوز اللي حملناها طبعا طريقة حرق الويندوز راح تلاقوها في أسفل وصف الفيديو والآن طريقة التثبيت الاعتيادية للويندوز زي ما أنتم شايفين أمانكم ننتظر لما يخلص تثبيت الويندوز بالكامل تماما الآن بعد ما انتهت تثبيت الويندوز منكمل باقي إجراءات الإعدادات الخاصة بالويندوز باختيار اللغة وإضافة لغة كيبورد إلى آخره الآن نسخة الويندوز صارت مسطبة جاهزة وأمورها تمام الآن ننتقل للخطوة الثانية اللي هي تثبيت ملفات أطلس أو أس أول إشي من ثبت الملف هذا نضغط موافق وبعدين لازم نعمل ريستارت للجهاز تمام بعد ما نعمل ريستارت للجهاز الآن الخطوة الثانية أول إشي من نوقف برنامج الحماية نعمله إيقاف تشغيل بس مؤقت يعني لما نكمل خطوات التثبيت بالإضافة لإيقاف اتصال الإنترنت طبعا إتصال الإنترنت أنا موقفه حاليا الآن نرجع لملفات أطلس ومنشغل الملف هذا عشان نثبت النظام زي ما أنتم شايفين نختار الملف من المجلدات بالطريقة هاي بعدين هم نضغط نيكست بتأكد من تفعيل ويندوز صحيح نسيت ما أحكي لكم لازم تكون أكتف الويندوز الويندوز لازم يكون فعال قبما تعمل خطوة هاي أنا زي ما حكيت لكو تصال الإنترنت موقفه الآن شغلته زي ما أنتم شايفين أعطاني صح إنه الأمور تمام نضغط نيكست نعطيه هون أقري نضغط هون سيلكت أوبشن طبعا أصدقائي أي شيء محطوط علي روكموندد خليه اضغط نيكست هون بيحكي لك شو الأشياء اللي بدك تزيلها وما بدك تزيلها تضغط اللي بدك ياه وبتعطيه نيكست هون منكمل نيكست وبننتظر لما يسطب النظام نفسه زي ما أنتم شايفين أصدقائي أنا سرعت الفيديو لأنه أعمالي التسطيب شوي بتتأخر ننتظر لما يكمل الآن بيعمل ريستارت للجهاز تمام حذائب زي ما شفتوا هاي واجهة البرنامج بعد ما خلص الآن نزللنا الفولدر هالد ولي خاصة بملفات تعريف كرت الصوت وكرت الشاشة وتعريفات البرامج الضرورية نشرحهم الآن هاي قائمة الأتلاس ديسكتوب يعني زي ما أنتم شايفين في خيارات كثير من هالسفتوير والدرايفر والكونفوغراشن خلية نشرحهم واحدة واحدة اللي بنقدر عليه مبدئيا هاي قائمة السفتوير هون بدخلك على الموقع وشرح لك كيف تعمل سفتوير للجهاز هنا ريموف ايج بتقدر أنك تشطب المتصفح ايج من الجهاز وهنا استضغط عليها بتقدر أنك تعمل تحميل لمايكروسوفت ستور أو تعمل له update في حال بدك تعمل له update تضغط على Y يعني Yes وافتح لك متجر بكل سهولة زي ما أنتم شايفين المتجر فتح بشكل سريع جدا بدون أي غلبة هون زي ما أنتم شايفين هاي البرامج الموجودة عندك على الجهاز في حال بدك تنزل أي برنامج ثاني بتضغط عليه بتعطي هون update to workstation الآن الconfiguration بس تدخل عليها هون عندك background up في حال بدك تفعل خلفية التطبيقات تضغط enable وما بدك إيها بتضغط disable عندك هون البلوتوث نفس الإشي في حال ما بدك إيها بتعمل له disable في حال بدك إيها بتعمل له enable برضو designateك في حال عندك مشكلة معينة بتضغط على تفعيل حل مشكلة بصير يبحث لك عنها عندك driver update في حال بدك تفعل لdriver update بتعطي disable أو enable هون عندك خاصية الإكس بوكس للألعاب برضو بدك تفعلها وعندك خاصية network discovery في حال صار عندك أي مشكلة بالnetwork بتقدر توجه على الخاصية هاي لتحتيها notification اللي هي الإشعارات هون عندك خاصية start minimum في حال بدك تعدل على start minimum بتقدر تعدل من خلال الخيارات هاي هون عندك system restore في حال دك تعمل نقطة استعادة للنظام بتقدر تعمله من هون الآن نتوجه على windows settings ربعا هاي اختصارات رهيبة جدا للwindows بدون ما تقعد تبحث بس تضغط على الاختصار بدخلك على أي مكان بدك إيها عندك هون التطبيقات الافتراضية بدون أي عناء منك تقعد تبحث هون عندك advanced configuration بدخل عليها وموجود فيها جميع عدادات كرت الشاشة بلوتوث إلى آخر خلينا ندخل على security اللي هي الحماية طبعا زي ما أنتم عارفين الأطلس بحذف برنامج الحماية في حال أنك بدك تنزل برنامج الحماية أو تفعله كل ما عليك تتوجه على defender بعدين على security health تعطيه add security to start up أو إذا بتكاشي إياه بتشيله بتعطي remove security بس دك تضطر تنزل برنامج حماية ثاني إذا في إليك استخدامات على مواقع الإنترنت هون عندك حل المشكلات في حال وجهة مشكلة في الجهاز صار عندك مشكلة في الإنترنت تقدر تعمله ريسة للنتورك صارات رهيبة جدا بداخل الأطلس يستكشفها واستفيد منها نظامه ممتاز جدا وسهل استخدامه وما في أي مشكلة أتمنى أن يكون الشرح نال إعجابكم لا تنسوا اللايك والاشتراك وأرجع بذكركوا ضرورة الاشتراك بقناتي الثانية خاصة فقط بالألعاب واللي اسمها جاتكو جيمرز